لماذا مرحبا؟ ربما تشعر في مرحباً لذلك تسألت هذه المسؤولة ولكن دعني أخبرك مرحباً كانت مرحباً من الله إلى أدام عندما أخبره إلى إيوه كثيراً أخبره إلى مرحباً أخبره إلى مرحباً أخبره إلى جميع العالم في ذلك الوقت لإمكانه إلى أدام ولكن أدام لم يكن جداً حتى أنه أخبره وإنكاً إلى جميع العالم لذلك الوحب أولادة للقديمة لصورة حياة لحببت الرجل وإذن أنه يمكن أن أخبره الناس على أدام معاً استثناء وهذا الناس لأنه أن الطاقة نحن محتفظة لذلك لماذا تعرف أن الله أعطي الإشارة إلى الناس كثيراً وإنساناً فقط لإمكاني الإجراء من المعارضة جداً بين المعارضين المعارضة لذلك المراجعة هي المعارضة الله للناس وعندما نتحدث عن المراجعة نتحدث عن التشاريع تتشارك بحياتك مع اشخاص، تتشارك بحياتك. في العالم الهدى الكريسينا نتشارك بحياتك بحياتك لذلك أنا وأنا أسفة نعم بشكل جيدة نتشارك بحياتنا معاً تشكير على الحياة الأخير، الحياة الأخير. نريد أن نتشارك هذا الأخير معاً لأننا نحبون معاً. والآن في العالم معاً، نعلم أن نعطى النبوة والدائجات خلال العالم، أنه يصبح عملية نوعية نوعية، نوعية أطفال لذلك نحن نتشارك معاً. نحن نتشارك بحياتك معاً، أنه يعمل في العالم لتعطي الوحيدات. والوحيدات هي أساني والأخوة في المدينة. ولذلك كل شخص الوحيدات من الوحيدات لا يتم إعطاء من الله. لا يتم إعطاء من الله. أي شخص الوحيدات من الوحيدة والمساعدة من الله. فقط مصر المستخدمين والمساعدة من الوحيدات من الوحيدات من الوحيدات من الوحيدات. لأن في هذه المشكلة جداً يحبونهم. يتم إعطاء معهم. يستمتعون في حياتهم. يتحضرون المساعدة. وفي هذا المساعدة الله هو أمور المساعدة. لذلك كنت تعتقد أن المساعدة من الوحيدات من المساعدة. أو حياتها لا يتم إعطاء معلومات. حياتها هي لها قد محيطة في حياتها. لأن المساعدة في حياتها هي عطاً من أي شخص الوحيدات. المساعدة من حياتها بحياتها من حياتها. أو بعض المواقع. ولكن في الحقيقة فهي محبا. وفي محبا تتعطي. لا تتكلم عن تتعطي. أنت تتعطي. تتعطي على شخص. لا تتعطي منه ما تريد.